اشتركوا في القناة ونزاهة واحترافية حمد لقيادة طائرة المصرية نحو الصعود والتحليق من جديد لا سيما وان لديه تاريخ طويل وكبير وحافل بالانجازات والبطولات هو من اشرف على تدريب فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الاهلي بين عامي 78 و 80 قبل ان يشغل منصب المدير الادري لجهاز الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء بين اعوام 94 و 99 ثم اختير عضوا بالاتحاد المصري للكرة الطائرة بين اعوام 2004 و 2007 كان عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد ومشرفا عاما على المنتخب الوطني الاول للرجال كما تقلد منصب رئيس لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد خلال نفس الفترة قبل ان يعود لاحضان المارد الاحمر من جديد وليعمل مشرفا على جهاز الكرة الطائرة من جديد خلال اعوام 2009 وحتى 2013 تبدو مهمة الدكتور سام حمدي ثقيلة حيث انه يسعى لوضع لائحة تليق باتحاد عريق تجاوز انشاؤه ما يقارب سبعين عاما كما يحلم بوضع خطة طويلة الامد لعودة الطائرة المصرية للظهور في المحافل الدولية بالشكل اللائق بعدما فشل منتخبنا في الفوز بأمم افريقيا لمرتين متتاليتين اضافة الى عدم الصعودي لأولمبياد توكيو بالرغم من اقامة التصفيات على الاراضي المصرية تضع اسرة الكرة الطائرة امالا عريضة على مجلس حمد المؤقت الذي قبل المهمة في وقت حرج وصعب للغاية لكنه يمتلك من الخبرات الادارية ما يجعله قادرا على تخطي هذه الفترة الحريقة